وكتبت سلاسية الإسكندرية ده يعني كان تشبها بمن كتب قبلك لا أنا الحقيقة يعني قبل السلاسية كنت كتبت بيتي لياسمين حدثة في إسكندرية برضو والصياد واليمام وللت لقاش قدام عندما في سطفة سنة التسعين كنت أنا وزوجتي وولادي رحيين نصيف في مرس مطروح فريحنا في العالمين استرحت الطريق يعني فالعالمين كان أبوي في الحرب العالمية التانية أمي حضروها في إسكندرية والدي كان شغال في السكر الحديد وكان في العالمين كان بيحكي لي المعرق كلها وأنا صغير فافتكرته فقررتك تكتب رواية عن الحرب العالمية التانية قضينا أسبوع في فرصة بتطوح ورجعت وعادت بقى لأن الحرب بدأت تسعة وتلاتين أنا مولود بعد الحرب أنا مولود ستواربين فالعنوات اللي عندي شفهية يعني أو بعض الكتب ونستها بدأت أقرأ بقى في الصحافة بروح أضر الكتب مكانش في إنترنت عادت من سنة التسعين لستة وتسعين أقرأ وأكتب ستة سنين وأروح أزور أماكن الحرب وأمشي فيها في الصيف وفي الشتاء وأقل على بغوزة الجزمة وأقل على القميس عشان أحس بالبرد والحر عشان لم أوصف وأكتب بملاحظاتي وكده وأرجع وفاكر أن أنا روحت الأستاذ بصطفة نبيلة اللي رحمه الرئيس تحرير سلسلة الهلال فقلت له سنة التسعين قلت له أنا أكتب رواية سنة التسعين هيكون فات خمسين سنة على مرارة العالمين هيبقى فيه احتفال كبير أو في مصر فهيكون خلصت الرواية فروحت له سنة ستة وتسعين قال الاحتفال عدد أربعة سنة قلت له أنا عدد ست سنين ما أدرتش طبعا تعبت كده عشان أجيب الأسعار مثلا الأزياء وأسماء المحلات والأغالي نفسها عشان ما أغلطش استرجاعك التاريخ التاريخ كله فكنت لها حاجات ترائب فيها الأسعار بقى يقولك مثلا ورتفع سعر البيض فبلغ سعر الألف البيضة 8 إرش وشعرف التفاح اليفاوي القصد برطوالي اليفاوي طالع من فلسطين في مراكب لكن فيه غواصات ألمانيا في البحر المتوسط منعت ليروح أوروبا رجعت المراكب ووزعته في مصر مجانا بقى أي خضار يديك كيلو تفاح يفاوي مجانا أو باتنين مالين أو يقولك مثلا سارب برطوال نزل بعدما كان الكيلو بإرش بقى باتنين مالين بقى باتنين مالين بقى إرش وكان المالين معبلة يعني باتنين مالين بقى إرش ساغل التفاصيل لازم أعرفها عشان المكتب عن شخصية رحم مشوار أقول حيشترك هامه بإيه ويلبس إيه واللبس والأزياء وكده هل اطلعت مثلا على ما كتبه الكاتب الإنجليزي لورنس داريل طبعا أريد داريل طبعا وأريد كفافس شعري كفافس وغيره يعني كل ده أريدهم طبعا كمان كفاف داريل كتب ربعية بس الأجانب أكتر من المصريين فيها يعني نظرة للمصريين نظرة أقل شوية دونية شوية يعني كان يقولك مثلا إيه نازلنا حيل عالطارين فلقابرنا السود اللي هو إحنا يعني أنا عشت مع الحياة الشعبية أكتر عندي أجانب لكن الحياة الشعبية هي الأكتر وعشت بقى في زمن كان فيه مفيش حياة اسمه مسيحي ومسلم ويهودي ويوناني كانش فيه الكلام دي فكان البيت نفسه في مسيحيين وفي مسلمين وعيشين مع بعضه وأجمل صهارات في رمضان المسلمين ومسيحيين مع بعضه في الأعياد يهدوا وعلى أكله وشربه يعني الدنيا تانية طب لما كتب عن اسكندرية مثلا اليوناني وهو بحر متوسيتي زي الإسكندرانية كفافس كفافس كتب شعري بقى عظيم جدا وغير الإردريل كفافس غير متعصق وبيعتبرها مدينة العالم مدينة ومن غيرها هو ولا حاجة يقول كده يعني فلذلك أنا واخد منه كوتيشنز يعني بعض الحاجات يعني حطيتها في بداية الفصول لما خلصت لأحد ينام انتبعت كانش قصدي ثلاثي إن أنا كتبت عن مدينة عالمية طب حصل فيها إيه إيه اللي وصلها لكده آه في نقطة تحول تانية نقطة تحول في الخمسينات إيه يا عبد الناصر لما حصل حرب ستة وخمسين وبدأوا يتخلصوا من الأجانب التخلص من الأجانب خدت تلت أشكال شكل لأن إسرائيل وإنجلترا وفرنسا عملوا حرب علينا العدوان السلسي فتعاقب اليهود وهم مش إسرائيلي يعني وكان فيه حالك توصد اليهود المصريين اللي هم أصلا مصريين وعايشين لنا في سلام يعني معنا طلع فيهم مجموعة مش كويسة كانت فضيحة يتلفون قبلها اتقبض عليهم ثلاثة أربعة خلاص يعني مش كل المصريين مش كل اليهود يعني فبدأوا التضييق عليهم وبدأوا تهاجرهم بالقوة ويمضوا على ورق ما يرجعوش تاني وحاجات زي كده وبعضهم دخل للسجون وكده وبتاع عملوا الحكاية مع الفرنسيين بعد تطلعهم كلهم وعملوا الحكاية مع الإنجليز ماشي ده بسبب حرب ستة خمسين سبعة وخمسين عمل سياسة عبد الناصر قبل التأميم اسمها التمصير اللي جيبش نيزيشان إن دولة تشتري واحد وخمسين في المية من أسهم الشركات الناصرية اشتركات قطاع خاص كله فيش قطاع عهام فلما يشتري واحد وخمسين في المية في البورصة يبقى ليه الإيدي الطولة في إنه هو اللي قرر هو الأول لصاحب الأسهم الأكتر فواحد وخمسين في المية من ملاك الأجانب بدأوا يسيبه مصر وبعدين جي عمل التأميم مع اللي فاضل أمم في واحد ستين كل حاجة حتى المصريين أممهم فمشوا الأجانب كلهم حتى الشوام يعني كان مثلا دعوة القوامية العربية ده وقع والعرب ساعدونا في الحروب واحنا بنساعدوهم في الحروب وتأمم ليه الشوام والفلسطينيين مهم عرب ستناه وغيره كله تأمم يعني وده بارك أنت فبدأت الهجرة فدي الفطرة المدينة فيها بقى بدعوة أنها تبقى مصرية مش للأجانب فبقت مصرية لكن المصريين عندهم نفس الأفكار اللي عاشوا فيها التسامح الموجوء مع الأجانب اللي سابقوا الأجانب ولسه فيه سينيمات السكندرية كان فيها قطار من سبعين سكندرية ولسه فيه ملاهي ليلية اللي هم بعد كده دمروها الملاهي ليلية دي مش حكاية رأسي بلدي ولا بتاعها حكاية أنه فيه فرق موسيقية عالمية بتيجي فيها وحكاية أنه كل واحد من حقه يختار اللي يختاره في الحياة وماللي كان بيروح بملاهي ليلية مثلا كل الشعب ده واحد في المليون اللي بيروح يعني والموسيقى والمدارس اللي أنا دخلتها بقى في الخمسينات وشفتها والسينيمات وكده فلأ بقت مصرية طب إيه اللي جرى؟ المدينة بقت وهابية وبقت سلافية وخلص ده كله رح تكتب الجزء الثالث اللي هي مرحلة السبعينات بقى اللي زور بقى الجماعة الإخوان مع الدولة نفسها وتشجحها ضد الطلبة اليساريين والنصريين وحكاية بقى طويلة جدا وهو منه عاني منه حتى الآن في نفس الوقت إن بدأ كمان غير المستوى الفكري على المستوى المادي التخلص من المدينة القديمة يعني فكر يا حضرتك أغنية بين شطين وماء محمد علي أحمد ده شاعر عظيب أصلا من حقي راغب من إسكندرية وبالمناسبة خنزابط مرور وكان فيه أكتير قوي زباط فنانين ساعد الدين وهبة خنزابط ساعد كلهم كتير قوي كانوا زباط وصلاح زفقار وغير وغير يعني زبط جيش وكده سابل إسكندرية وجاء في القاهرة وعمل أحسن أغنية عن القاهرة اللي هي رايحية الغرية والاتنين بيغنيهم محمد أنديل بين شطين وماء الشطين دول اللي هم بحيرة مريوت والبحر المتوسط بدأوا من أخر السبعينات وده كاتبوا في إسكندرية في غيمة غير بقى الأفكار الجديدة الهدامة دي يغيروا المدينة بدأوا يردموا في البحيرة ومع التطور مع الزمن اختفت البحيرة فاضل منها عشر في مية بردموه برضو سمعت أنه بردموه فاضل حدا بسيطة أو هيبنوا عليه فبقت شط واحد وبعدين الشط التاني البحر بقى كله كفتريات وجرشات وتقفل على الناس فالتغيير المت ده في المدينة مع تغيير الفكري بقتش إسكندرية مبقتش إسكندرية خلاص بقت قرية قرية من القرى لا عشان تتشامل ميه هوا في إسكندرية لازم تبتقى من محط الرمل البحري وربانا يسطر على المينة الشرقية ما يحصلش في حاجة حيثة دي اللي فضلة من الشطبي بغياء لاي المينة الشرقية يعني الجزيرة دي هي اللي فضلة لما من أول من الشطبي المنتزى ما تشوفيش البحر وتغيرت بقى معالمين السينمات طبعا خلاص تهدت لأن السينما حرام وبتاع السمينات والتمينات وكده وبقت وبقت معظم كتير منها بقى ملايق ملايق زواج مسالح زواج وبتاع لكن الموظم تهدت كان في كل حي في سينما شعبية وفي سينما متوسطة وفي سينما درجة أولى في نصف في وسط البلد فاتغيرت معالمين المدينة ماديا وفكريا للأسف الشديد يعني وبقاش فيها غير فكر واحد وبقاش فيها بقى التنامع القديم اللي كان موجود ده اللي أنا شفته وأنا صغير كنت بيطلع مع أمي كان جميل طب تروح في المحل يهودي تشتري معنا خلوها بطسو قعد قدامنا اليوناني قعد معنا الأرماني قعد معنا ما فيش أي مشكلة خلص يعني